اشتركوا في القناة اول اشي مبارح انا نزلت اعلان عن قناة على التليجرام طبعا انا ما كنت عارف اش اللي بدي اعمله على التليجرام ولا في اش بدي استغله كان الموضوع انه عساسا يكون فيه نوع من انواع التواصل لقيت حالي اني انا ورطت في شيء ما رح يكون سهل جدا علي المتابعة فيه لانه معظم الاسئلة اللي كانت تيجي هي عن الطالع عن البرج عن الاشياء اللي زي هيك يعني اسئلة شرحناها وحطنا رابط على اساس انه كيف تستخرجوا منه جدول على اساس انه كيف تستخرجوا الطالع منه فيه مواقع كثيرة موجودة على الانترنت سهلة جدا تدخل عليها انت تحط تاريخ ميلادك وساعة الميلاد والبلد اللي انت فيها تطلع لك شو تطالع تاعك على حسب موقعك يعني الموضوع ما بتطلب جهد كبير ولكن في بعض الاشخاص بيحبوا السهولة في الامر انه واحد يطلع لهم اياه بعدين بتكتشف انت انه في عشرة مطلعين قبلك وفيه ناس عاملين خارطة فلكية قبلك وفيه ناس مستشيرين فلكيين قبلك وفيه ناس عندهم معلومات عن علم الفلك يعني هي بس مجرد انه يعني خلي سعيد يعملنا هي هيك النقطة طبعا انا ما بعمم على الكل انا على جزئية معينة فيه اشخاص دخلت على التليجرام سألت جاوبتها بعدين اخر اشي غادرت المجموعة يعني بس انه داخل ياخد السؤال ويطلع من الموضوع فاليوم انا حسيت حالي انه يعني ايش اللي انا بعمله يعني يعني ايش ايش اللي انا مستفيده من الموضوع او ايش اللي رح يستفيده من الموضوع فطلع القرار اخر اشي بعد ما استشرت بعض الاشخاص في هذا الموضوع انه لا التليجرام هو مثلا انت عندك جداول او عندك درس معين او حاب تعلق على شيء معين حاب تشرح شيء معين توضحه ما وضحته على اليوتيوب حاب تعمل تواصل انت ما بينك وبين الاعضاء على مسألة معينة تستشيرهم في مسألة معينة او تنوه لشيء معين فالتليجرام لهاي الامور فخطر في بالي شغلي انه انا كنت واعد اني انا اعمل زي دروس او اني اشرح بعض الاشياء اللي لها علاقة بالجداول الجداول الحرف والرقم والامور هاي فبدل ما انا ارفع الصور على المواقع وبعدين احط الرابط وتدخلوا على الرابط ومش عارف ايش وهاي يكون غلبة ومش الكل رح يعرف يعملها فالتليجرام بصير عادي سهل جدا اني انا بحط الصورة الصورة بتوصل للجميع فالكل بيستفيد منها وبشرحها على التليجرام بشكل بسيط جدا بدون ما نعمل حلقة يوتيوب ونشرح فيها وتكون بحاجة لجهد وانتوا عارفين ان الجهاز اللي عندي ما بستخدم ما بستحمل هذا الموضوع فبدنا نحول التليجرام لهذا الموضوع فاللي حابب انه يشترك في قناة التليجرام انا رح احطه في صندوق الوصف مع الفيسبوك والانستجرام والاشياء هاي اللي حابب الموضوع هذا مش حاببين الموضوع هذا عادي جدا منسكر قناة التليجرام وكأنه ما عملنا هاش اه عمر عادي واثنين لاحظت انه في اسئلة كثير بتيجي انه انا برج الحمل انا منهك انا تعبان انا مضغوط انا مش عارف ايش مش عارف شو اللي بصير معي انا ثور نفس الشيء جوزة سرطان اه كل الابراج تقريبا بتسأل نفس الاسئلة ليش بصير معناه فانا قرارت انه نرجع لموضوع سؤال وجواب اه نعتبر هذا سؤال انتو سألتوه وهيك بنكون بداية الشهر لهو واحد الشهر اللي هي حلقة الغد ان شاء الله رح ناخذ احنا شرح لا اه اربع ابراج يعني صحيح رح تكون طويلة شوي انه نركز على اربع ابراج ان ناخذهم بالترتيب اه ولكن ثلاث حلقات منكون احنا شرحنا وغطينا كل الابراج بشرح مفصل كأننا بنشرح احنا توقعات حالية وشهرية ولكن من ضمن حلقة التوقعات اليومية لانه ما في وقت اني انا اسجل اكثر من حلقة مع بعض فبدها تكون الحلقات القادمة بتشرح في هذا الموضوع وبعدها بعد ما نخلص من ثلاث حلقات اللي هم اللي رح نشرح فيها هاي الموضوع بنرجع احنا لموضوع سؤال وجواب فابتداء من اليوم اللي عنده سؤال او عنده شيء معين حابب يسأله ايه بتقدروا انه تباشروا في التعليقات تكتبوا للأسئلة اللي بدكم اياها ولكن انه نرجع نوه لنفس النقطة انه الاسئلة اللي انا بشوف اسئلة شخصية ما الها داعي اني انا اجاوب عليها ما رح اجاوب عليها يعني سؤال شخصي عن طلاق عن زواج عن مش عارف ايش توافق بنتوافق بنتوافق بنتوافقش هذا الشيء ما رح اجاوبه في الاسئلة انا رح اجاوب الاشياء اللي الها علاقة بشغلات طارئة اللي الكل يستفيد منها يعني موضوع مرض معين موضوع شيء بتعلق في برج معين امتى لتجميل امتى لامور الها علاقة مثلا بالعمليات الصغرى العمليات الكبرى عن مرض معين عن امور الها علاقة بالروحانيات ككل اي باب من ابواب الروحانيات او العلوم الروحانية حابين تسألوا عنه بتسألوا عنه وبجاوب عنه ولكن الاسئلة الشخصية ايش طالعي وايش برجي وايش مش عارف ايش هاي ما رح اجاوب عليها لانه اعتقد انه شرحنا شغلات كثيرة عن العشريات وتأثيرات الكواكب والارقام وعلم الرقم مش عارف ايش في الحلقات السابقة اللي هي بالشهر المشهد الشهر اللي قبله او اللي قبله فعشان هيك اللي بده بس انه بكتب عشريات سعيد منع بلاقي الحلقة موجودة على اليوتيوب بقدر يرجع لها ويحضرها علم الرقم نفس الشيء لارقام وتأثيرها لأيام وتأثيرها كلها هاي احنا شرحناها اذا حبي نرجع نتعمق فيها بشكل ثاني برضو بتقدروا تكتبوا احنا انتو انا علي اني اجاوب حتى لو الموضوع مكرر حبي تسألوا عن شيء معين بدكوا ياني اتعمق فيه اكثر برضو نفس الشيء رح نرجع له عشان ما اطيل انا بالمقدمة ويرجع يقول ورجع للرغي وما تصدق الزرمي هو يطيب عشان يرجع يرغي ويبرم ومش عارف ايش وهاد يعني خلينا نختصر نروح على توقعاتنا اليوم ونشوف ايش اليوم القمر اللي رح يشكله من زوايا وفي نفس اللحظة انه رح يتنقل ما بين منزلتين منازل قمرية وفي عنا خلوق مسار في نهاية النهار طبعا اليوم زي ما حكينا هي توقعاتنا اليوم الثلاثاء واحد وثلاثين نقاب القمر موجود الان في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول حكينا هي منزلة سعيدة رح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الذراع وهي ايضا منزلة جيدة وصالحة لكل شيء طبعا بالنسبة للقمر زي ما حكينا انه موجود في برج الجوزاء وبما انه موجود في برج الجوزاء تأثيره رح يكون على الجميع على جميع الابراج انه بتأثروا من هذا الوجود في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة وقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا مجموعة من الزوايا اول زاوية راح تكون هي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي راح تكون في تمام الساعة 34 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا تأثيرها طول النهار كل الزوايا اللي بنذكرها هي طيلة النهار تأثيرها على جميع الابراج طبعا تأثير هاي زاوية انها بتتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم ومبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون في تمام الساعة 10 و 35 دقيقة صباحا بيخلق لدينا هذا الاتصال شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفي بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهي راح تكون في تمام الساعة 41 و 40 دقيقة بعد الظهر بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهي راح تكون في تمام الساعة 48 و 47 دقيقة مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا نحن ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ ساعة 8 و 47 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو اليوم الاربعاء واحد تسعة حتى تمام الساعة 25 و 25 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان وحكينا ان خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة طبعا للقمر بما انه موجود في اليوم بشكل بلشين حصر عن نصف عن الربع اللي هو ربع القمر اللي هو منتصف البدر بيصير يتجه باتجاه انحصار الهلال فاليوم هو 23 يوم في تمام الساعة 58 و 51 دقيقة مساء بيصبح 24 يوم نسبة الاضاءة بتصير 40% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة سعيدة بنسبة 45% بالنسبة للقمر القمر في الجوزاء حتى يوم 1 تسعة هو الان منتحس بنسبة 10% في ساعة الصباح بيصير سعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع هو سعيد بنسبة 15% الزهرة في الميزان حتى يوم 10 تسعة هو سعيد الان بخمسة يعني تقريبا بحدود الـ 15% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 1 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بظل النشاط هو السمة الغالبة عليكم اليوم أنتم نشاطين في أمور إلها علاقة بالاتصالات بالسفر سرعة البديهة عندكم عالية جدا قدرة الإقناع برضو ممتازة تقدروا تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم ولكن بدون عصبية الفترة هاي يعني رح يكون فيها كثير من الواجبات والمسؤوليات على نوعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية والتفاوض اليوم رح تكثر عندك الزيارات والتناقلات في منكو رح يصير في تعاون مباشر ما بينه بين أخ أو جار في الفترة هاي برضو هاي الفترة جيدة لأمور إلها علاقة بالامتحانات والأمور اللي إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية أو السيارات برج الثور طبعاً بتظل الأمور المالية هي أكثر إشي اليوم بشغلكم التفكير في الأمور المالية بالمكاسب اللي ممكن تيجي بعض المكاسب هاي من عمل إضافي ولكن البعض الآخر بيجي من مستردات أو نوع من الدعم أو هدايا أو منح أو ممكن يكون فيه نوع من القروض بتحاول إنك ترتبها أو ديون عليك بتحاول إنك أنت ترتبها أهم إشي إنك تتجنبوا إنه فقط بدكوا تضبطوا ميزانيتكم بشكل جيد ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو مشتريات أو لاستحقاق مالي أهم إشي إنك تتجنبوا نزوات التسوق للفترة هاي وبدكوا تحذروا من شيء إلو علاقة بالتقلبات المالية لأنه شوي ممكن يصير فيها بعض الخسارات صحيح إنه في داعم لإلكم ما في مساءل بتخوف ولكن بمعنى آخر ما في داعي إلا إنك تقرض حد ولا تداين حد ولا تضمن حد في أهي الفترة أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها القمر لسه موجود عندكم فعشان هي كيف بظل النشاط موجود اليوم رح تلمس انفراج أكثر من الأيام الماضية ترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ ممكن اليوم يعني شوي يطلب منك إنك يتواجه الواقع بمنطق وعزيمة لأنه ما في داعي إنك أنت تعيش بالوهم أو بالوسواس أو بالأفكار فبدك تصدر قرارات حاسمة وحازمة في نفس اللحظة على أي شيء له علاقة بمصلحتك ممكن اليوم تتلقى جواب على شيء أنت كنت تنتظره بالأيام الماضية هاي فترة تتوضح لك كثير من الأمور بانتظارك لقاء اليوم مميز أو إنه في مرحلة جديدة رح تبدأها ابتداء من هذا النهر برج السرطان طبعا لآخر يوم القمر ما زال موجود في بيت متاعبكم ابتداء من بكرة صباحا يعني القمر خلاص رح ينتقل عندكم فعشان هيك بتظل الأجواء ضاغطة فبنال التعب منكم بتطلب منكم هذا اليوم أنك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل بدكم تنتبهوا أكثر لغذائكم لراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة والإنفعالات حاول أنك تأخذ قسط من الراحة ممكن تعيش لحظات صعبة خلال هذا اليوم بدك تحاذر من الفشل أو الالتباسات أو التراجع الصحي ما في داعي أنك تخلي الوسواس يسيطر عليك أكثر يعني بمعنى آخر حاول أنك أنت تكون واقعي أكثر وفي نفس اللحظة تتركش الأوهام هي التي تتحكم فيك برج الأسد ما زالت الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي فاليوم رح تنشطوا اجتماعيا رح تلتقوا الأصدقاء رح يصير فيه تواصل جيد ما بينك وبين بعض الأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أو مساعدة من أي شخص أنتو بتعرفوه يعني ممكن ما تقدر تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم يعني بمعنى آخر بدك حد يساعدك أو يدعمك خلال هذا اليوم استشير أهل الإختصاص اليوم تطمئن شوي عندك بعض المخاوف ممكن تفرح لحملة أو تأييد أو دعم لمسائل تتعلق فيك أو لقضيتك أو لوجهة نظرك أهم إيش إنك ما تستسلم بل تفائل بالخير وفي نفس اللحظة يعني بدك تحاول تنجز اليوم كل الأعمال المهمة لأنه ابتداء من الغد صباحا القمر رح ينتقل لبيت متاعبك للسرطان فرح تمر في فترة صعبة حاول إنك أنت تستثمر هذا النهار برج العذراء يعني القمر ما زال موجود في بيت السمعة وبما إنه في بيت السمعة فالمطلوب منكم اليوم تحافظوا على سمعتكم وحاولوا إنكم تنجزوا أعمالكم القائمة على أكمل وجه يعني بمعنى آخر ما تهملوا أي شيء قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم بالفترة هاي بدك تكون على قدر المسئولية حاول إنك ما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم بدك تخلي خجلك هيك جانبا عبر عن آراءك بثقة وجراءة وحاول إنك تتجنب كلام القارص أو الانتقادات مهما كانت يعني بمعنى آخر بدك تكون واقعي ومجامل في نفس اللحظة في منكم اللي عنده أمور اللي لها علاقة بالقضايا أو اللي لها علاقة بالقوانين منقول لك دير بالك حاول إنك تنتبه لأوراقك بشكل جيد وحاول إنك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك برج الميزان اليوم اللي بيتقدم منكم لامتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد الفترة هاي جيدة لأمور إليها علاقة بالسفر بالاتصالات مع أشخاص خارج البلاد للأوراق القانونية للمعاملات لأمور الإقامة للدراسة كلها هاي ممتازة جدا هاي فترة حافلة كثير ومتنوعة بالنشاطات حاول إنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين وبترضيك في نفس اللحظة ممكن تضطر اليوم للتراجع عن موقف ما وممكن تكثر عندك الانشغالات الإدارية بدك برضو تدير بالك وتحاذر من بعض المتاعب الصحية لأنه شوي الوضع الصحي يعني عليه علامة استفهم ما في شيء بخوف ولكن إذا كنت شخص عندك أمراض مزمنة حاول إنك يعني تنتبه لأدويتك وتراجع طبيبك إن شعرت بشيء معين ممكن التعب ما يكون إلك ممكن لأحد الأحبة برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في بيتكم الثامن فعشان هيك اليوم برضو بتقدروا إنك تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة والأموال المشتركة معروفة هي كل الأموال اللي ما بتعود لك لحالك يعني معك يشرك فيها ميراث فيها معك شريك أمور البنك البنك الشريك معك الضريبة شريكة معك مستردات مالية تأمين أي شيء هاي أموال الزوج هاي كلها أموال مشتركة اليوم رح يكون التركيز على هذا النمط من الأمور المالية ممكن تسارع اليوم لترتيب أوراق أو ملفات بتحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة معينة أهم إش إنك ما تبقى وحيد وحاول إنك ما تتقوقع على نفسك شارك في كل نشاطات مادر لا تصحيح الأخطاء أهم إشي إنه الفترة هاي جيدة للي بده يقدمه القرض مثلا من البنك أو بده يسترد أموال إلو معدومة مش قادر يحصلها بالفترة هاي ممكن تطالب فيها وتكون في نتائج برج القوس طبعا اليوم تقدروا تعززوا شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي القمر يعني مكانه هو مقابلك تماما هو بيجيب لك إيجابيات على تعزيز الشراكة يعني خطبة زواج ارتباط تطوير علاقة من مرحلة لمرحلة ممتاز جدا المصالحة ما بينك وبين الزوجي أو الزوج اتفاق ما بين الأزواج على شيء معين أو الشركاء ممتازة جدا لكنها فترة صعبة لأن طاقتك بتكون عادة أو طاقة أي برج بيكون مقابل القمر دائما أو أي كوكب بيسحب من طاقته فهاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات ممكن اليوم تعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف ممكن تظهر بعض المعاكسات الكبيرة تعتبر فترة هي صعبة حاول إنك ما تخالف القوانين ما تكون ساخر وبرضو ما تكون عدائي يعني حاول إنك تمسك حالك شوي برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم اليوم بتتركز الأمور مثل اليوم مثل أمس سيئة على العمل على الصحة فعشان هيك اليوم بتكون تحذروا من تراجع صحي أو من تعب أو من مرض أو من قلق على صحة أحد المقربين لا إلك بتحتاج مراجعة طبية أو مستشفى أو التزامات أو أشياء من هذا القبيل وحاول إنك تباكروا لعملكم حاول إنك تترك مساحة للغير للتحرك ما تحاول تقيد اللي حواليك ما تفرض سلطتك وخصوصا على زملائك بالعمل باستطاعتك اليوم حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك وخصوصا في أمور إلها علاقة بالعمل ووظيفة جديدة أو ملف معين بتشتغل عليه برج الدلو ما زالت الأجواء بكامل طاقتها الإيجابية حواليك فعشان هيك يعني اليوم اللي ما شعروا بهذا الأمر يوم أمس اليوم رح يشعروا فيه فعشان هيك ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر عندكم اليوم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن اليوم تعيش فرحة ونجاح معين أو خبر معين بتكون تنتظره اليوم يوصل لإلك لكنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحباءك في مسألة معين بيفاجئك أحدهم بالوقوف لجانبك حاول أنك تكون شاكر لإله وحاول أنك ما تنسى رد الجميل الفترة هاي ممتازة على كل الأمور اللي ذكرناها بتتطلب منك الحركة بتتطلب منك يعني أنك تقدم على هاي الأمور وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية هي اللي بدها شوية الجهد برج الحود طبعا الأجواء ظلت بتركز على أمور البيت على أمور العائلة أمور العقارات عشان هيك بيظل يعني تركيزكم اليوم كله على البيت والعائلة اللقاءات والاجتماعات مناسبة معينة ضغط معين له علاقة بحدث معين ممكن يكون مفرح ممكن يكون محزن ولكن أنه برضو له علاقة بالعائلة والبيت ممكن اليوم تخصص وقت يعني أو بطلب منك تخصص وقت مهم لعائلتك ولشؤونك الخاصة أهم شيء أنك ما تتسرع في الحكم على الأمور وعلى الأشخاص بطريقة سريعة يعني بدك تتروى وتكون حذر ممكن تعاني من سوء تفاهم أو من الشك في بعض الأوقات على بعض الأشخاص أهم شيء أنه برضو اليوم ممكن تكون عندك بعض المصاريف اللي إلها علاقة بالأعطال أو مصاريف منزلية عائلية صحية منزلية أو عائلية أو صحية تطلب منك أنك شوي تهتم فيها فعشان هيك ما تهمل شؤونك البيتية والعائلية مهما كان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء